وعايزة بس اروح بسؤال دكتور محمد مؤخراً بقينا بنسبة كتير عن حالات البانيك أتاكس لان درجة البني آدم بيحصل له اعراض مخيفة ممكن تخوف اللي حواليه اكتر منه مش فاهمين اللي بيحصل له وبيحصل خلاص بيموت دي تشخصها ايه يا دكتور واسبابها ايه وزاي نقدر نعالجها وهل العلاج بالفن ممكن يبقاله ده بقت منتشرة جداً البانيك أتاكس لدرجة ان الناس بقت خلاص عرفاها يعني يعني المريض بيجي قولي يا دكتور عندي بانيك أتاكس مجيلي وحتى بيقولها كده بالاسم الاجنبي بتاعها بانيك أتاكس هي نسبتها بقت 7% لتسعة في المية من الناس بيجي لهم بانيك أتاكس في حياتهم اعراضها ايه يعني ايوة بيبقى فجأة كده هو قاعد في امانة الله ساعات ما يكونش لعنده اي مشكلة ولا عنده اي حاجة خالص فجأة يلاقي ضربات قلبي سريعة خنقة سحبة روح مش عارف ياخد نفسه حسس ان هو هيفقد السيطرة على نفسه تنميل في قديه ورجله هو المريض بالضبط يقولك ايه دي حالة طلوع روح يا دكتور حالة طلوع روح حالة موت بيبقى في حالة فزع شديدة جداً ويتعلق بقى في اي حد جنبيه او يطلع يجري على اي مستشفى او عيادة لان هو بيبقى حسس ان هو بيموت ضربات في القلب نغزة خدلان تنميل شكشكة نفس مش عارف ياخده فيطلع يجري على المستشفى يبدأوا يعملوله بقى رسم قلبي يعملوله اشعة على الصدر يعملوله حاجات فحوصات كتير يقولوله انت كويس ما فيكش حاجة الحالة بعد شوية لقى نفسه خلاص بقى كويس خلاص بقى كويس قاله لا انت كويس وتزايل فل وروح هل في حاجة معينة لو تعرض ليه ممكن تقدي للحالة ما انا هقول لحضرتك بس بعد كده روح وخلاص والطمن انه ما فيش حاجة وانه زايل فل بعد شوية تجيه وبقى بقى يوم يومين تلاتة ساعة ساعتين اسبوع اي حاجة من دي وتبدأ تتكرر وتزيد فبتعمله حالة من الخوف والرعب الشديد انه يخرج انه يروح في اي حتة عايزي بقى قريب من مستشفى عايزي بقى قريب من اي حد يساعده مع ادوية بتاعته لقوا نسبة من الناس دي ما عندهمش اي مشاكل ولا حاجة خارس لكن لقوا نسبة اكتر شوية حوالي 60-70% كان في السنة الاخيرة اللي قبل ما تجيله البانيك اتاكس دي كان عنده ضغوط متركمة فيعني فيه تفسير بيقول انه ضغوط المتركمة بتقدي الى تغيير فيه الكيميا بتاعت المخ بالذات مادة السريتونين بتنقص مادة السريتونين ويحصل تأثير على بعض مراكز فيه المخ فقالوا انه يبدو انه الضغوط المتركمة بتؤدي الى ده بالذات لو انه شاف عايش حد كان مثلا كان مريض وتوفى فجأة او حصل اتحدث او حد اتخطف فجأة فبيبقى عنده هاجس الخوف من الموت او في الزلازل انا جاءت الى حالة دي في الزلازل في الزلازل في اي احداث كبيرة بيحس انه هيتخطف في اي لحظة حلها يلا او حد حبيبه هيتخطف في اي لحظة حلها العلاج بيبقى حاجتين فيه علاج دوائي وعلاج نفسي لاجه دوائي بنيدي علاج عشان يكمل المادة النقصة دي في المخ ويعمل حالة سبات لانه يالبانيك قدتك اشبه بزلزال في المخ مفاجئ هيجي شوية ويروح بس تكراره بيخلي يبقى عنده اكتئاب ويبقى عنده رعب وخف من الخروج او السفر او اي حال فيه ناس بيعودوا في القوضة ما يخرجوش فلاجه الدوائي عشان يكمل ويثبت حالة المخ القلقة المضطاربة دي الحاجة التانية علاج نفسي علشان يبقى عارف طبيعة الحالة دي ايه ويتعامل معها ازاي وازاي انه ان دي مش حالة لموت ولا طلوع روح ولا اي حاجة خالص وانه نبدأ نشوف الحاجات اللي مش مستريحة في حياته نبدأ نفتح الملفات دي ونزبطها كأنها بنعيد ترتيب الطبقات النفسية علشان ما يحصرش فيها الزلزال اللي بيحصر ده باختصار شديد يعني طيب قبل ما يخلص الوقت عايز اعرف من سيد زراشة ابراهيم التوصيات اللي عملتها في الماجستير بتاعك بالعلاج بالفن توصياتك ايه؟ احنا كلنا بنسمع عن السايكو دراما بقالنا سنين طويلة بس عايزين الثقافة دي تنتشر فاق في من ضمن توصياتك حاجة زي كده؟ والله هو في الحقيقة انا الرسالة بتاعتي هي طوبيك عن استخدام رسوم المندلة في التشخيص لانه دي حاجة مفيش ناس كتير يعني تناولتها اما عن التوصيات فانا في الكارنفال احنا حطينا توصيات ان احنا نشر ثقافة العلاج بالفن وحطينا انه محتاجين انه في المدارس نبتدي ان ننشر الثقافة دي من اول المدارس وفي الجامعات وفي الشركات وفي كل مكان انه يكون فيه اخصائي نفسي حقيقي فاهم علشان يقدر انه هو يوجه كل واحد يروح فان ولمين